ما ليه بقى؟ فيش علي معلول وهيخش الموسم الجديد من غير علي معلول هيكون لسه فترة علاجه وقلت لكم مبارح ان الاهلي هيتجدد لعلي معلول حط ببطنك بطيخة صيفي الاهلي عاد علي معلول هنتهي الموسم ده والاهلي هيتجدد له طيب الاهلي بيفكر في ايه؟ الاهلي بيفكر في الوقت الحالي في يحيى عطية الله الظاهير الايسر للمنتخب المغربي محترف حاليا في روسيا وغالبا النادي الاهلي هيدخل في مفاوضات لضم اللاعب لتعويض علي معلول طيب هتقول لي مؤكد محترف اخر غالبا علي معلول هيرفع من قائمة الموسم القادم لحين اللي اتمكنان عليه وشفاءه وجهزيته لعب المباريات فمبدئيا كده هيخش يحيى عطية الله ده لو الاهلي اتم التعاقد معاه وهيفضل علي معلول موجود مع النادي الاهلي ولكن مش مقايد في قائمة الموسم الجديد لحين شفاءه وتعفيه ان شاء الله بس لو الاهلي قدر يحسم صفقة يحيى عطية الله فهتبقى ايضا الصفقة مهمة جدا واحد من افضل زهراء الجنب في الكارة الافريقية طيب